هنناقش النقطة الثانية الدورات المجانية اللي احنا رفعناها على يعني منصتنا 10 مينس يوسف فاللي حابب يشارك معنا في الأسلة واللي حابب يستفسر عن هذه الدورات يعني أنا برحب فيه طبعا ما تبخل على نفسك يعني حاول انه انت شو فيه امكانية تستفيد قدر الامكان أنا برحب فيكم بشكل كبير طبعا عنا دورات مجانية احنا ومحاضرات أنا شاركتها على حسابي طبعا اللي بشاهدوني على هذا اللايف مهم جدا انه بعد ما يخلص هذا اللايف ضروري انه انت تذهب الى هايلايت الحساب وتشوف طبعا الدورات والمحاضرات المجانية بالاضافة الى انه انا ايضا في الستوريز وضعت يعني هايلايت في الستوري مهم جدا انه انت تشوف هذه الدورات طبعا دورات جميلة جدا احنا تكلمنا فيها يعني مع حضور كثير عن موضوع كيف الآليات والجوانب والتقنيات اللي بتطور انت فيها ذاتك بالاضافة انه انت تستخدم هذه التقنية الرائعة في جانب تطوير الذات انه انت ايضا تطور مشروعك الخاص ليش؟ لانه بنحكي انه جانب تطوير الذات جميلة مهم جدا للأسف انه في ناس يعني تفصل بين تطوير الاعمال وتطوير الذات لا احنا بنحكي تطوير الذات هو يعني بتكلم عن ستة جوانب مهمة جدا في تطوير الذات في تطوير الشخصية الخاصة بك تمام ستة جوانب مهمة جدا ومن بينها الجانب المالي والجانب المهاري اه والجانب المهني كيف انه انت تشتغل عليهم وتطورهم طبعا شكرا يا فاطمة زهراء الله بارك فيك شكرا انك بتتابعينا ومهتمة جدا طبعا اللي عنده اسئلة انا برحب في الاسئلة وانه احنا نثير النقاش في هذا اللايب وانه احنا نقدم قيمة في هذا اللايب يعني وقت قصير لكن ان شاء الله انا بحاول انه احنا نستثمره في موضوع اه يعني انه احنا نجيب على الاسئلة اللي بتخصكم يعني فخلينا نتفاعل ونشوف ايش اسئلة تمام يعني ايش الاسئلة اللي انتو يعني ممكن اه يعني تسألوني اياها ونستفيد ونناقش هذه الاسئلة طيب انا بتحكي عن الدورات الان انتم اذا في عندكم تعليقات او اسئلة انا برحب فيها اوكي طيب اه خلينا اول اشي ابدأ في موضوع انا طرحت يعني في الستوري الان عندي في الحساب طرحت قبل قليل الستوري بتتكلم عن منضوع كيف انه انت تطور ذاتك لتطور مشروعك يعني كيف جانب تطور ذات في ذاتك انت بتساهم في تطوير مشروعك طيب وهذا الجانب انه يعني خلال نغطي نحكي عن فكرة معينة وهي مثلا يعني الان العقلية عشان انا اطور اقليتي بما يتلاء مع تطوير البزنس الخاص بيه لازم تفهم بعض المبادئ الرئيسية والمعتقدات اللي هي دايما الاثرياء واصحاب البزنس هما يعني بيقتنعوا بيها وبرددوها يوميا اوكي طبعا ايش من بين هذه المعتقدات خلينا نتكلم انه مثلا الثراء متاح للجميع الخير متاح الفرص موجودة في كل مكان انت لازم تغتنمها انه انت ايضا تقرأ كثيرا تقرأ بما يفيد هذه العقلية ويخلي عندك اوبن اوبن ماينسيت تمام ايضا موضوع مثلا خلينا لما اتكلم عن موضوع جانب العقلية ان نطور مثلا معرفتك خبرتك تخصصك هذا يبغطيك ايضا ادفانتج انه تنافس فيها اوكي يعني هذا كله في محور تطوير العقلية وهو جانب مهم من تطوير الذات سوف يساهم اردي مجرد انه انت ما طورت هذه العقلية الرائعة لديك فانت حتساهم في تطوير بزنسك ومشروعك او الافكار اللي انت بتشترك عليها تمام كيف انتم مستوعبين اللي بتكلمو مين متفاعل معنا في هذا اللايف بدي تفاعل مش انا اتكلم لحالي يعني بدي تطرحوا اسئلة بدي اشوف اسئلتكم ضروري جدا على هذا اللايف تمام طيب يعني هذا جانب تطوير العقلية الان لو انا بحكي مثلا اني انا والله بدي اطور النفسية طب شو النفسية هذه النفسية اللي فيها مشاعر فيها احاسيس وفيها محتقدات رائعة مثلا تمام والله انا من فلسطين يا صديقي مور من فلسطين اهلا وسهلا بك تمام اه اوكي يا ريم اهلا وسهلا بك يا ريم بريم أصبحت متابعة لليفاتنا وحسابنا فهلا وسهلا بك طيب كيف الآن نفسيتك أنت كيف بتساهم في تطوير بزنسك أو مشروعك أو أفكارك اللي أنت بتشتلع عليها الآن مهم جدا أنه أنت تكون عندك نفسية مستقرة مشاعر إيجابية البيهيفير الخاص بك هل هو إيجابي أم هو سلبي هذا مهم كتير ليش لأنه أنتوا لاحظوا ناجحين بتلاقي دايما هم بيحافظوا على نفسية رائعة تمام ونفسية هادئة ونفسية إيجابية وهذه النفسية أنه مجرد أنه أنت ما حفظت على هذه النفسية فبالتالي أنت أفكارك تصبح إيجابية ومستقرة ورائعة كمان هذه أيضا تتيح لك أنه أنت تتقدم وتنمو نحو تحقيق الأهداف اللي أنت وضعتها تمام حضرتك شو بتحكي بحكي لي مورني بحكي لك أنا يعني متخص في تطوير الذات والأعمال تمام في تطوير الذات يعني وما يتعلق بها وبجوانبها أيضا في تطوير الأعمال وعندي طبعا يعني كتاب على المنصة كتاب كيف تبدأ بزنس ناجح وفقا لإستراتيجات المحيط الأزرق بالإضافة لدينا كورس إن شاء الله قريبا نحضر في الزتونة كورس الزتونة تمام طيب يا مورننج إذا في أسئلة جماعة حاولوا تشاركوا معنا وتتفاعلوا عشان أنه إحنا يعني نخلي هذا اللايب قيم ويعطي نتائج إن شاء الله لصالحكم الآن أنا بناقش دور النفسية المستقرة والمشارك إيجابية في تطوير مشروعك لاحظوا أنه موضوع تطوير المشاريع دائما بواجهك أو الأعمال بواجهك أعمال صعوبات وعقبات إذا أنت ما كانت عندك تمام نفسية مستقرة ورائعة إيجابية تتعامل مع العقبات ومع الفشل ومع أيضا المطبات اللي بتواجهك بإيجابية رائعة وتأخذ منها تمام الخلاصة الرائعة والإيجابية إذا أنت للأسف مش هتقدر تتخطى هذه الجوانب والعقبات كثير يعني لاحظوا دائما الساكسس ستورز في مجال الثراء ومجال الذات دائما لاحظوا الناجحين بتلاقي عندهم يعني سلف ديسبلين النباط ذاتي والتزام بتطوير ذواتهم يكونوا إيجابيين يكونوا دائما متعلمين عندهم التعلم الذاتي وإلى خير فبالتالي إذا أنت ما كانت عندك نفسية رائعة وجيدة وإيجابية تعالج المشاكل بتجهك بنوع من يعني الإيجابية وتنظر الجانب الإيجابي أو تنظر إلى الكأس المملوء ولا تنظر إلى الكأس الفارئ وأن الأمور اللي بتصير معاك هي فرصة رائعة تطور فيها من نفسك لو واجهك فشل تأخذ الدروس المستفادة وتبني عليها وتنظر إلى عينك إلى مين الرؤية اللي أنت وضعتها هذه الأمور لو أنت المتقدة تبنتها كنفسية رائعة هذه بتنظر تطوير يعني أنت جيتك تطوير نفسك تطوير مشروعك بالتالي التغلب على الأقل شوفوا كيف الأمور يعني قاعدين نحن نربط هيك موضوع دورة كيف تطور ذاتك لتطور مشروعك طبعا هي موجودة اللي يعني ما شارك معنا من بداية اللايف موجودة عندي يا جماعة دورات مجانية في الستوريز وفي الهايلايت يعني ممكن أنت تستفيد منها باسم دوراتي المجانية طيب إذا في سؤال لما شرحناه دكتورة فاطمة برضو دايما بتسألنا فبدنا الأسئلة طيب فيه مورنينج بيقول عايز أتطور من نفسي شوف مورنينج يعني خلينا أحكي لك أنه حطيك فكرة رئيسية طبعا هذا يعني سؤال فضفاض وكبير بيحتاج إلى إيجابة يعني محاضرات تمام أو كورسات وهذا يعني إذا أنت معني بذلك في عندنا كورس إن شاء الله هنطرحه سمو كورس الزتونة أسهل طرق تطوير ذاتك حيفدك كتير بشكل كبير لكن أنا خلينا نحكي لك العناوين الرئيسية إحنا في عندنا ست جوانب مهمة جدا يا مورنينج لازم أنه أنت تشتغل على نفسك بيها تمام وهذه أنا بسميها بينغوسين نموذج عجلة الحياة وفي عندنا أيضا النموذج الثلاثي النموذج الثلاثي أيضا موجود معي في كورس الزتونة يتكلم عن ثلاثة مبادئ أو ثلاثة قوانين مهمة جدا أنك تطور فيها ذاتك وحساتك بشكل كبير لو أنت تشغلت على نموذج الثلاثي الموجود معنا في كورس الزتونة إن شاء الله حيصير عندك تغيير كبير وتشينج أنت ما تحلم فيه القانون الأول هو قانون التحسين العام 1 بالمية كيف يعني كل يوم حسن من نفسك بقدر 1 بالمية يعني أضرب لك مثال بسيط جدا أنت إنسان مثلا ما بتحب تقرأ ما هي الخطوة الموجودة أني أنا أحسن نفسي للقراءة تمام من نسبة 1 بالمية كيف يعني حاول تخلي دائما الكتاب اللي أنت بتحب تقرأ منه أو في المواضيع اللي أنت بتقرأ فيها دائما أمامك في الغرفة مثلا في مكان النوم في مكان الفراش وتبركان الأماكن اللي أنت بترتادها خلي مثلا كتاب مثال خلينا أقول لك مثلا أنت بطيء في الكتابة بطيء على الكتابة مثلا في الكمبيوتر حاول أنه أنت تعطي لنفسك 3 دقاق أو 2 منتز فقط 2 منتز أنه أنت تكتب على الكيبورد تدرب نفسك طبعا هناك مواقع خاصة في موضوع الطابق والطبع وهكذا أنا أضرب لك أمثلة على هذا القانون قانون التحسين اليومي 1 بالمية طب شو القانون الثاني اللي حي في داك يا مورنينج أيضا قانون الدقيقتين كيف يعني قانون الدقيقتين حي في داك في التطوير أنه أنت شوف المهام أو العادات الإيجابية البناء اللي أنت بتحاول تبنيها ومش زابطة معك تمام العادات الإيجابية واللي بتغير فيك حاول تشوف أصغر وحدة من هذا النشاط وتنفذ لمدة دقيقتين فقط يعني خلنا نضرب لك مثال أنت شخص مثلا ما بتهب تتأمل كثير من الناس بتصعبوا من وضوع أنه يتأمل يعني نعمل يومي فبحكي لك ما تصعب على نفسك أوكي ما تقلل ربع ساعة وتلت ساعة ومصف ساعة مثل ما متخصين التنمية بيحكوا أو متخصين يعني التطوير الذات لا أنا بحكي لك أنه خليك دقيقتين فقط تأمل تأمل دقيقتين حتلاقي الأمور سهلة وبسيطة طبعا ليش أنا بستخدم هذه التقنية المهمة جدا تقنية رائعة وهذه فيها فصل كامل في كتاب العادات الذرية بنقشها جيمس كلير باستفادة أوكي بنتكلم هذا القانون ليش نجح وأنا نجح معي في عادات كثيرة جدا كنت أنا ما بحبها هذا القانون الحمد لله نجح معايا بنسبة 100% تمام؟ أشوف أصغر وحدة أمارسها لمدة دقيقتين ما تلاقي الأمور بعد هيك همشي لكن الالتزام في الدقيقتين ما تقول لي أنا والله ضليت بعد الدقيقتين وأنا مش عارف كيف ومشت له لا ما بينفع لازم فقط لمدة دقيقتين أوكي يعني هذا أنا إيش اللي بحكي لك عليه مهم جدا طيب ناخذ المبدأ الثالث يا مورنغ لتطوير نفسك آآ المبدأ الثالث بيحكي إنه آآ قانون حكينا التحسين اليومي وفيه قانون الدقيقتين وقانون الخطوة البسيطة إيش الخطوة البسيطة؟ يعني دائما خلينا نقول إنه أنا لما مثلا بضع هدف تمام؟ أضع أهداف كبير للأسف إنه إحنا دائما بنقع في هذه المعضلة إنه أنا لما بضع خطة أو أكشن بلان لنفسي أو تو دو لست للأسف أنا أضع دائما تسكات أكبر من مين؟ من خصائصك ومن قدراتك وهذه مشكلة كبيرة بنواجهها يعني مثلا أنا بضع أهداف مستحيلة أو أضع أهداف صعبة التنفيذ أو أضع أهداف مثلا ليست بحدود قدراتي طبعا المطلوب مهم جدا يعني هذا ناقش جيمسي كلير في كتابه إنه كثير من الناس يضع أهداف أو نشاطات هي خارج قدراته خارج الخصائص الخاصة والكاركتر تبعا فبالتالي هو يفشل فيها أوكي؟ وبصير مع إحباط ويأس وقنطه بالتالي يرجى أدراجه الأولى فبالتالي هذا موضوع خطير إنه أنت لازم تحط أهدافك التسكات اللي أنت بتنفذها النشاطات وفقا لقدراتك أنت الموجودة عندك حط هذه الأهداف طب كيف نحكي هذا الكلام؟ من خلال التحايل على العقل الباطن بالخطوة البسيطة اللي أنت بتستث فيها تمام؟ يعني خلينا أضرب مثال على موضوع المشي أو ممارسة لياقة البدنية أنت مثلا الآن ما بتحب تمارس لياقة ما بتحب تمشي ما بتحب رياضة أنا بحكي لك أنه خطوة بسيطة ماذا تفعل؟ أنه امشي مئة متر فقط يوميا مئة متر مئة متر سهل وبسيطة يعني أنه أنت تمشي مئة متر أو يا سيدي خلينا خمسين متر تمشي خطوة بسيطة نحو الهدف هي اللي بتخليك بعد ذلك تيجي معك خطوات وبالتالي أنه أنت يعني يكون عندك نسب رائعة من يعني التقدم هذا اسمه النموذج الثلاثي طبعا أنا هذا وضعته قانون مهم جدا نموذج الثلاثي في كورس الزتونة وضعت عليه أمثلة وضعت عليه منهجية للتنفيذ يعني والحمد لله وتكلمنا عنها فهذا حيفيدك بشكل كبير طيب تمانية اكس بيسأل إنه استاذ كيف أريد أن أرتب يوم ما شلون شوف يا صديقي موضوع ترتيب اليوم أنا بنصحك بنقطتين مهمين أول حاجة اعمل لنفسك تدو لست يعني طبعا مش في نفس اليوم خلي بالك تقول لي والله أنا في نفس اليوم لا ما بفعل قبل بيوم يعني أنت لما تيجي الآن حضرتك تخلص يومك تيجي تنام على الفراش جيب ورقة وقلم معك واكتب لي فقط أربع مهام أربع تسكات إنه أنت مثلا بدك تروح على الدراسة من التمانية مثلا للتنتين أو إلا شغلك في الوظيفة بعد الثالثة من الثلاثة لكذا شو هتعمل من كذا لكذا طبعا أنا أنا أقول لك ما يعني تربطها بأوقات ما تربطها بتايم لاين يعني أوكي حاول إنه أنت تكتب فقط أربع مهام تمام تدو لست وتخلي هذه الورقة في محفظتك أو في جيبتك الخاصة بحيث إنه أنت تشوفها أو ممكن تصورها بالجوال سكرين شوت تمام تعمل يعني صورة إلها وتحطها في جوالك وتحفظها بحيث إنه إن يكون سهل الوصول إليها هنا مهمة جدا الأكسيسابيليتي لهذه التودوليس لأنه في كتير يعني للأسف بيكتب تودوليس لكن بينساها بيضنشها ما بتكون معاه يعني مثال أنا دائما بصور تودوليس بالجوال وبخليها معي دائما لأنه جوال معك دائما فبالتالي أنت لن تتجاهل هذه الخطة هذه الأكشن بلان أو يسمى التودوليس مهمة جدا تضع طيب اثنين يا صديقي تمانية اكس رتب وقتك على فترات يعني متباعدة يعني ما تقولي من التمانية للتساء ومن التساء للعشر ومن عشر للأحد عشر ومن اتناعش للتنتين هذا النظام أثبت فشل وصديقي تمام في التايم منيجمنت فحاول أنه أنت اليوم تشتلع نظام الفترات يعني أقول مثلا من التمانية للتنتين هعمل كذا من التنتين للخمسة هعمل كذا من الخمسة للتمنية هعمل كذا ليش؟ لأنه هذا الكلام أو هذه الفترات بتخليك ماتي أسوأ ما تحبط تمام؟ لأنه أنا جربت هذا النظام نظام التايم لاين للأسف بصير انتك نوع من الإحباب مثلا لو من التمانية للعشر ما عملت التسك هاي تمام؟ وقعد فيها مثلا ثلاثة أربعة ساعة فبالتالي انت ستصاب بخيبة أمل ومش هتكمل ممكن يومك هذه خطيرة جدا عشان هيك انت لو حابب تكمل كتجربة الشخصية اشغل نظام الفترات طيب اتمنى اكون اجابتك على هذا السؤال يا صديقي ثمانية اكس انا جابتك كيف ارتب يومي؟ ان شاء الله كل ايامك بتكون مرتبة اخلي بالك هي مشكلة كبيرة تواجه ملايين البشر انه بتلاقيه صعب انه يرتب يومه بشكل مثالي وبشكل جيد طيب استاذي اتش سبعة يسأل شو حل لما ينتهي الشغف عندك؟ طيب اتش سبعة يعني انت كنت في يعني ماشي في رحلة شغف والان في عندك يأس او مرحلة فتور يقصدك هذا سؤالك او انت تبحث عن شغفك مثلا لانه السؤالين يعني هتفرق معي الاجابة صديقي وضح لي سؤالك عشان انا اجيبك طبعا بتذكركم يا من تشاهدوننا احنا شاركنا دورات تدريبية على الستوريس ضروري انت تروح تشوفها وتحملها اوكي وتقرأها كويس وتشاركك مع اصدقائك وتشاركك يعني مع من تحب من يودون تطوير يعني دواتهم واضافة قيمة للحياة واضافة قيمة لانفسهم مهمين جدا حيضيفوا اليك بشكل كبير اوكي اوكي اوه وضح لسؤالك يا من سألنا عن الشغف تمام؟ طيب اوه اتنين بنحكي عن موضوع كمان انه احنا ان شاء الله بعد فترة او خلال ايمن قادمة حنشارك معكم مقتطفات من المحاضرة اللي احنا عقدناها قبل فترة محاضرة انا رفعت على قناة اليوتيوب مهم جدا انه انت تشاركها ريم بتقول انه شاركة للاصدقاء طبعا اوه انا شاركة للصغيرين شاركية انت عندك ما شاء الله اصدقاء مميزين يعني شاركية لهم طيب اوه اج سبع بيسأل كنت ماشي بشغف اوه اوه وبحماس فجأة تغير كل شي طيب اوه سؤالك اوه رأي اج سبع خلي بالك احنا كتير بنوجه هذه المشكلة انه وانا حكيت عنها فكرة بصير عندك فطور او ملل في الطريق وانت امكمل تمام؟ خليني احكي لك اول قاعدة لازم تفهم انه الملل في حياتنا والفطور هو شيء طبيعي جدا وهو شيء صحي وما تخلي الفطور هو او المشكلة اللي بتصير معاك انه هي يعني خلاص انه هذا مش شغفك هذا مش شغلك هذا مش موضوعك لا يعني ممكن يكون هذا شغفك ولكن انت شيء طبيعي جدا وشيء صحي انا في شغفي يواجهن نوع من الفطور هنا الحذاقة في الموضوع انه انت يعني خلينا احكي لك يعني علاجين علاج الاول والعلاج الثاني العلاج الاول اول شيء لازم انا اتأكد انه انت ماشي في الطريق الصحيح في شغف الصح اوكي حل بالك ليش لانه انا كثير يعني خلال فترة الخمساشر سنة الماضية اوكي انا جربت يعني اشتغلت في مجال مثلا الهندسة في مجال المشاريع في مجال مثلا المنظمات في مجال البزنس في مجال مثلا يعني مجالات كثيرة تنوعت فيها واشتغلت ولكن من المجال اللي يعني اخذ شغفي تعرفت علي بعد حول عشر سنوات من البحث والتجريب هذا مهمة لازم انت تعرفها فاذا انت يعني ما وجدت الشغف الحقيقي فأعد ترتيب امورك واولوياتك هذه مهمة جدا اوكي وهذا طبعا لها ميكانيزم خاصة يعني انا اتكلمت عنها في لايفات سابقة انه انت كيف تعرف انه انت على الطريق الصحيح ام لا احد التقنيات اللي بدي اذكرها على السرية طبعا هي فيه استراتيجية للموضوع هذا انت ممكن يعني تقول لي اين تقضي وقت فراغك انت وين بتقضي تمام اذا انت بتقضي وقت فراغك في الشغف اللي انت بتتكلم عنه فانت خلينا اقول لك هذه من العلامات التي تدول انك على الطريق الصحيح هذه نقطة مهمة علامة دليل انه انت تعرف انه انت على الطريق الصحيح طيب حكيت انا عنها النقطة الاولى النقطة الثانية اه في انا سؤال بس مرة علي خلينا اجاوب السرية اه بلاقين دورات اه ابو ابو الاوس بتلاقي الدورات هذه موجودة عندي في الستورز الان لو انت ذهبت الى الستورز الحسابة من السيوسف هتلاقي هذه الدورات ان شاء الله بترفعها تمام هي موجودة في رابط جوجل درايف هترفعها هتلاقي المدت تدريبية مباشرة مش هتروح ولا على موقع ولا هات اسمك ولا هات الايميل ولا مش عارف شو هتلاقيها مباشرة بتنزيل عندك الدورة التدريبية مجانية بدون تسجيل تسجيل دخول او ايميل او جميع معلومات اوكي؟ يعني انا حاطط اكسيسيبيرتيا عالية انه انت ايش تمشي في الموضوع طيب خلينا اجاوب سؤال الشغف الشق الثاني لصديقنا العزيز الشق الثاني صديقي اللي سألنا عن الشغف بحكي لك انه انت ضروري جدا الآن انه انت اذا صار عندك فتور او ملل تحاول انه انت تغير من الجو اللي انت عايش في يعني خلانا اقول لك مثال انا عندي مثال يعني صار معايا انه والله صار في عندي فتور او ملل في فترة ما في الشغف اللي انا موجود فيه شو سويت ذهبت وعملت صيام عن التكنولوجيا لمدة 24 ساعة لمدة ثلاثة ايام اذكر اه هذا في رمضان كان عندي عملت يعني صيام عن التكنولوجيا قطعتنا تماما لمدة ثلاثة ايام ذهبت الى مكان بحر هيك يعني جو رائع ومثالي اه وبدأت افكر انا هل انا ماشي صح هل انا بحقق هدفي صح هل انا ماشي على الاكشن بلان لان اوضعت نفسي هل انا ماشي وفق الخطة السنوية لان اوضعتها فبدأت اراجع نفسي وقراءاتي وافكاري واهدافي هذه مهمة جدا هذا يعني انت حتخرج من هذه النقطة يعني او النشاط التسك هذا باشياء رائع وانا تجرع انا هذه عم تجربة بحكي لك يا اوكي وكمان خلينا احكي لك اه في هذه النقطة اه مهم جدا يا صديقي اتشتبع انه انت اه تخلي نفسك في خلوة منعزل تماما عن العالم اوكي ما تقولي انا مثلا بدي اعمل يعني الخلوة هادف في بيتي او مثلا في مكان يعني في اه بشر او في تكنولوجيا او قريب لجوالك لا ممنوع هذا الكلام اوكي عشان انت تطلع بنتاج وثمار جيدة لازم يكون في خلوة مع نفسك تفكر بهدوء وبروية وتكون منقطع عن البشر منقطع عن التكنولوجيا في مكان منعزل نائف في الطبيعة هيك انت يعني بتوصل خلينا نقول اول هذه تعتبر بريك يعني فترة استراحة راحة للك تمام من الشغل انت موجود فيه يا جماعة هذه مهمة جدا بسموها علماء الصحة ديتوكس انه انت بتعمل ديتوكس ليه عقلك لأفكارك لجسمك تمام هذا الديتوكس مطلوب هذا مهم جدا انه لاحظوا يعني تجد الناجحين في الحياة انهم مثلا يعني بينقطع عن عملهم فترة اسبوع كامل بيسافر الى تركيا الى مثلا اوروبا الى المالديف وبيعمل يعني اجازة رائعة اسبوع ينقطع فيه عن العالم بس فقط مع نفسه يعيش فهذه مهمة جدا اتمنى اكون اجبتك على هذا السؤال طبعا فيه كمان انا ذكرت هذا باستفاضة في بعض اللايفات وفيه كمان في بعض الدورات حكيت عنه انه انت كيف انه انت تواصل شغفك بحماسه طبعا خلينا احكي لك انه مهم جدا يا صديقي نصائح على السريع انه انت تغير البيئة اللي تموجوتيها تغير مثلا المكتب اللي انت موجود فيه المكان اللي انت بتمارس فيه عملك وشغفك مهم جدا تغير في الدكورات في المكان مثلا تعمل مثلا الترينينج مثلا تعمل اذا انت بتعمل اونلاين حاول تغير تعمل يعني تدريب وجاهي مثلا حضوري مع ناس في مجالك وهكذا تقرأ مثلا كتاب مغاير لشغفك يعني تغير فيه الافكار وهكذا يعني بدك تدخل يعني طرق جديدة وتغيير تعمل تغير للمصار اللي انت ماشي فيه بطريقة ابداعية ولكن ما تخرج عن النطاق اللي انت موجود فيه او مجال الشغف اللي انت موجود فيه يعني ليش لانه في الاخر اذا انت يعني مدرك انه هذا شغفك الحقيقي اوكي خليك ماشي في الطريقة بس احنا بدنا ندخل بعض الحاجات والافكار الرائعة والابداعية اللي هي حتخليك دايما الحماسة متولدة داخلك تحفيز الداخلي متولد انا هذا اللي انا طبعا بقصده اتمنى اكون اجابت على سؤالك يا ايها يا صاحب السؤال الشغف اج سبعة معايا اج سبعة ولا انا بحكي اج سبعة معايا جوابني نعم ام لا ولا انا بحكي مع نفسي اج سبعة فكرة مش موجود ما طب كويس يعني هو فتح افاق انه ايضا الموجودين معانا يستفيدوا من الاجابة يعني طيب هل في اسئلة اخرى يعني عائلة تيمينس حبيبنا في عندكم اسئلة لانو انا تقريبا هيك يعني اوشكت على انتهاء هذا اللايب يعني الجميل طبعا انا مش هشارك هذا اللايب على حساب التيمينس اللي ما شاهد هذا اللايب راح عليه اه تمام اج سبعة معانا معلش يا اج سبعة اه شكرا ان شاء الله تستفيد وان شاء الله انه انه انت يعني فعلا ترتقي بنفسك وبذاتك وبشغفك تستمر فيه لانه خلي بالك موضوع الشغف مهم جدا في حياتنا الجماعة اللي بيشاهدونا موضوع الشغف مهم جدا اذا اللي بيحضروا معانا هذا اللايب وما عنده شغف او ما وجد شغفه تمام فانت يجب ان تبحث عن شغفك الان ثم الان ثم الان ليش لانه روعت الشغف انه بيخليك انه انت تشتغل في الليل وفي النهار وتشتغل في اصعب اللحظات وتشتغل لما انت كنتك ملل او فتور وتشتغل يعني هذه خلينا نحكي بنسميها الفرق بين الهاوي والمحترف وهذه بيذكرها جيم سيكلير في كتابه لعدات الذرية انه بيحكي عن موضوع الهاوي والمحترف الفرق بينهم انه الهاوي مجرد انه ما وجهته مشكلة يا جماعة في طريق النجاح او في طريق تحقيق الاهداف للاسف هو يعني خلاص بيسلم الدفاتر وبيرجع ادراجه الاولى بينما المحترف لا ما في حاجة اسمه عنده ملال فتور لا هو بيكمل هو ماشي اه 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 ا قيمة فلن يجدها عند الآخرين يعني هذا قانون يعني قانون أنا ما تبره قانون القيمة ياري تمام فبالتالي لازم احنا نصطع القيمة لأنفسنا إذا انت نظرتي لنفسك انك ذات قيمة هتكوني مؤثرة هتكوني إنسانة ناجهة هتكوني رغم أنفل لجميع يعني إنسانة متميزة واستثنائية فهذا الكلام هتحقق ليش لأنه انت آمنت بقدراتك يعني خلينا أحكي لك ما في شخص يؤمن بقدرات الآخرين يعني أنا ما بستنى شخص يؤمن بقدراتي وبخصائصي وبمميزاتي من أجل أن أكون ذا قيمة هذا الكلام مستحيل ولن تجدي هذا الكلام لأن لا أحد يفكر فيك إذا انت ما فكرت في نفسك وما أعطيت نفسك الاهتمام والقدر الكبير والقيمة الرائعة فلن تجد أحد يعطيك القيمة يعني خلينا أحكي لك إذا انت ما أعطيت القيمة لنفسك وذات رائعة وقيمة وميزة فلا تنتظر من أحد أن يعطيك القيمة تمام؟ اتفقنا يا ريم يعني هذه هي إجابة على سؤالك إشاك رب يحفظك أستاذ شكرا جزيلا الله يحفظك وأنا ممتن أنكم يعني تتابعونا وتتابعوا 10 مينتس وأنكم من أفراد عائلة 10 مينتس إن شاء الله يعني جميعا كلنا نرتقي بذاتنا دفتنا لا يجب أن نرتقي بهذه الدفة أريم شكرا جزيلا العفو لا إن شاء الله إنه معلمتك دائما مرتفعة ولكن انظرين لنفسك لخصائصك لقدراتك كل شخص جماعة هذا القانون مهم جدا في ترمية الذات إنه كل شخص لديه من القدرات الرائعة والمميزات والاستثناءات تمام والأمور اللي هي مش موجودة عن غيره وهذه كمان ربنا حباها لنا بالفترة سبحان الله إنه كل شخص لديه القدرات والمميزات اللي هي بتميزه ويتخليه مختلف عن غيره أنا مضرر بمثال دائما البصمة بصمة الأصبع هاد سبحان الله إنه تجد كل بصمة شخص تختلف عن الآخر فعشان هكذا البصمة أيضا موجودة فينا إحنا بمهاراتنا بقدراتنا بمميزاتنا بخصائصنا بالكاركتر الخاص بنا هذا أيضا متميزنا تمام يعني واحد بقول لك مثلا إنت قلدت فلان إنت قلدت علم فلان إنت قلدت صوت فلان لا يا أخي يعني كل شخص له ميزة تمام يعني لو أنا مثلا بدي أخذ والله دورة مثلا من أستاذ أشرحها تمام أنا مش هشرحها بنفس أسلوب أنا هشرحها بأسلوب مغاير ومختلف عنه فكل شخص له أسلوب وله ميزة وله روعة وقيمة خاصة به لكن المشكلة وين هي تكمن المشكلة وين يا جماعة ركزوا معين تكمن في موضوع إنه إحنا لم نبحث عن هذه القدرات وهذه الخصائص هذه مصيبتنا يعني أنا مثلا من قيمة عشر سنوات فقط بدأت أبحث عن الطاقات الجواية الانيرجي الموجودة الجواية أنا بدأت أبحث عنها وللأسف هذا عرفته متأخر يعني أنا في ناس تدخل على تسألني عمر 12 سنة و 15 سنة بيحكي لي يا أستاذ يوسف أنا بدي أتقن مهارة كذا وكذا بيقول له قدير شو عمرك بيحكي لي أنه أنا مثلا 16-17 سنة فأنا أصاب بالذهول ليش؟ لأنه هذا الكلام أنا ما عرفته إلا لما صار عمري 30 و 35 سنة فهذه مهمة يا جماعة إنه إحنا نكتشفه في بداية الطريق تمام؟ في شخص سألني سؤال أفكر أنا أحتاج ماء في هذا دوكاس 600 جماعة من اللي بتابعونا طيب محمد بيسأل سؤال كيف أتعامل مع القلق يا أستاذ طيب سؤال للأسف يعني كثير بيسألوني يا تمام إحنا طبعا يعني ملايين البشر يعانوا من القلق والتوتر والكآبة والحزن وما إلى ذلك بنوع من النفسية وهذه مشكلتها أنها مسيطرة على الملايين الأشخاص تمام؟ وكمان إنه مشكلة القلق إنه إحنا حياتنا اليومية مليئة بالظروف اللي بتخليك دائما أنت في خوف وفي قلق وفي شعور يعني بالحزن والكآبة طيب هنا كيف يا صديقي محمد إنه نتعامل مع الأمور إنه أول شي بدك تعرف إنه القلق والحزن أو الكآبة أو الخوف هو شيء طبيعي موجود في حياتنا ولا يمكن إنكاره أوكي؟ هذا لا محالة حيواجه بشكل كبير لأنه يكذب عليك من يقول لك إنه أنت مش لازم تقلق وإنه أنت مش لازم تحزن وإنه أنت مش لازم لا هذا بالعكس هذه مشاعر فطرية طبيعية ربنا خلقنا وهذه المشاعر موجودة فينا ليش؟ لأنه لن تعرف قيمة الفرح إذا لم يعني تشعر بمين؟ بالحزن لن تشعر بقيمة السعادة تمام؟ إذا ما دخلت في مآسي وآلام لن تشعر بقيمة أنه اليسر إذا ما كان عندك عسر تمام؟ إن مع العسر يسر فبالتالي هذه الأمور مسلمات وقوانين يعني نيتشرال يعني بهيفير موجودة فينا لكن الحذاقة وإنه محمد أنه أنا أتبنى تقنيات أوكي؟ واستراتيجيات أنه أتغلب على نسبة القلق في حياتي للأسف أنا وجدت دراسة أنه في دولة عربية أنه تقريبا 40% من الشباب في مجتمع أحد المجتمعات العربية لا داعي ذكر اسم الدولة بيعانوا من القلق دائما والهواجس المختلفة للأسف هذا بأدي طبعا إلى أمراض نفسية وامراضة جسدية تمام؟ فعشان أنا أحكي لك أنه هذا أمر طبيعي لكن الميزة أنه أنا لازم أقلل من حدة هذا القلق طيب كيف أنت حد تقولي أنه أقلل جيبني للخلاص يا سيد أنت أزعجني في هذا الكلام حكيت كثير في الموضوع بس أنا بشكلت بحكي الإجابة بشكل يعني مستفيد وعليكم السلام يا زينب أهلا وسهلا بك ندوش تحكي بارك الله بك جمد الدم بجزء من الشعارات الإيجابية وهي لا إيجابية ولا شي طبعا هاي مشكلة والله ندوش طيب أكمل إيجابة صديقي محمد يا محمد في عندك استراتيجية أول حاجة خلينا أحكي لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوفون عليهم ولا هم يحزنون أول حاجة بدك تتبنى قيمة لنفسك إنه أنت تكون إنسان دايما العمل الصالح هو شعارك كيف يانا العمل الصالح يعني دايما أنت تبذر بذور الخير أينما كنت أوكي بذور الكرم لازم يكون عندك كرم يكون عندك عطاء يكون عندك دايما إنه أنت تساعد الآخرين إنه أنت دايما تفعل الخير تقدم الخير لمين مكان تمام طبع ليش أنا بتكلم هذا الكلام لأنه مستحيل تجد شخص كريم ومعطاء ومساعد للناس ودائما هو يعني بساهم في انفراجة كربات الناس أنه يشعر بالقلق ليش لأنه ربنا حيوفقه ليش لأنه إنسان يعمل الصالحات تبتلي فلا خوفنا عليهم ولهم يحزنون هذا عامل أساسي وهم دائما أنا أدوله وهذا شعاري طبعا في الحياة أنه أنت لازم تبادر بذر بذور الخير والعطاء والأمل والتفاؤل قادر الإمكان تساعد الناس أوكي طيب لو كيف يعني لو أنت كان عندك علم اعطي من هذا العلم لو كان أنت عندك صاحب مهارة اعطي من مهارتك أنه لناس مثلا شباب خرجين بيحتاجوا هذه المهارة لو كان عندك مثلا أنت خلينا نقول صنعة مميزة حاول تعلم غيرك هذه دائما مشاعر الكرم والإيجابية والعطاء مستحيل أنه دائما يكون فيها مشاعر حسد وقلق وخوف هذه مهمة جدا النقطة الثانية طيب النقطة الثالثة يا صديقي دائما أحكي لك مارس تقنيات دفة الصباح اللي أنا أتكلم عليها دائما وبناشد فيها وللأسف كثير من الناس بيتجعلوا كيف يعني دفة الصباح ابدأ دائما صباحك بتقنيات بسيطة جدا صباحك بأشياء جميلة يعني دائما تبنى المعتقدات الإيجابية أنه أنت إنسان إيجابي إنسان ذو قيمة تستحق الأفضل تستحق النجاح هذه المعتقدات بتخلي عندك دائما تحفيز ذاتي أنه أنت إنسان متفائل وعندك أمن فبالتالي ما في قلق أوكي طيب وكمان بحكي لك دائما مارس الأمور اللي بتخليك نفسك نفسيتك مرتاحة ومستقر كيف يعني أنه أنت مثلا تمارس الميديتيشن شوية دقيقتين يعطي يعني يعطي لنفسك للأسف أنه ناس كتير أنا بنصاحهم منصاح ما بعملوا فيها يا أخي أنت مستخسر في نفسك تمام إذا أنت مستخسر في نفسك ويعني مستقل في نفسك أنه أنت تعطيها تنفس عميق تلعب لك شوية رياضة تتمشى في الطبيعة أوكي هذه الأمور مهمة جدا يا جماعة مهمة جدا جدا طبعا ومن يقرأ القرآن ويستمع له يعني دامر السكينة والسلام والطمأنينة تنتاب هذه الأمور حافظ عليها وبحكي لك شغلة أخيرة أنا نسيتها على فكرة اشتركوني يا جماعة فيها شو الشغلة الأخيرة لما أتكلم عنها كنت إن شاء الله أتذكرها آه نصيحة أخيرة يا صديقي نحكي لك إنه الحكماء يخططون ولا يقلقون بعيدة الحكماء يخططون ولا يقلقون يعني ليش داما من تجد عنده خطط مستحيل إنه يقلق ليش لأنه عارف شو بدي يساوي يعني أنا مثلا الآن أنا كيوسف في بداية 2022 وضعت خطة السنوية للعام كله قسمت العام إلى أربعة أرباع تمام أربعة وكل كان فيه ثلاثة أشهر شو بدي أساوي في ثلاثة شهر الأولى الثانية الثالثة الرابعة إذن أنا كيوسف متجه على 2022 وعارف وين الأهداف والرؤية اللي أنا بدي أروح عليها فبالتالي ما في عندي قلق تمام لأنني عارف شو بدي أساوي هذه بنسميها جماعة الفوكس أو الكنسنتريشن إنه نسبة التركيز على الرؤية والأهداف واضحة وجلية الوضع واضحة يعني واضحة بشكل كبير ما في غموض ما في شواب فبالتالي أنت عارف وين راح فبالتالي أنت لن تقلق طيب إذا أنت ما أنا كمان تستزيد يا صديقي محمد حاول أنه أنت يكون عندك ويكل بلان يكون عندك يومية إذا أنت مش من هوات التخطيط مش من هوات التخطيط على الأقل اعمل لي ويكل بلان لنفسك يعني مثلا يوم ونجمعة السبت الأحد وين هتروح شو هتسوي السبت طب الأحد شو وين هتروح الاثنين الثلاثة الاربع الويكل بلان مهمة جدا وأنا طبعا وضعت في هذا الموضوع فيديوهات كثيرة على قناة إذا أنت معني في موضوع التخطيط تمام هتجد عندي في قناتي يعني فيديوهات كثيرة عن الخطط السنوية والخطط اليومية والويكل بلان وتو دوي ليست وكيف أنه نحن بنضعها هذه مهمة جدا للأشخاص اللي ما بدهم قلق في حياتهم تمام هذه يعني أنا نصائح لك يا محمد وإذا في عندك أي سؤال أنا ممكن أجيبك ممكن تبل تعليق استفدت من هذه الإجابة أم لا خلينا نشوف مقدار الاستفادة لهذه الإجابة طبعا ولي معانا يعني مركزي معنا استفادوا ولا ما استفادوا يعني احنا برضو معنيين أنه الجميع استفيد من هذا اللي طبعا محمد تمام أوكي أوكي يا محمد أنا كتير مبسوط أنه أنت بتحكي بالعكس ممتاز خلينا أعطيك واجب يا محمد مهم جدا واجب يعني تعطيني أنه ترسلي ترسلي مثلا محمد يعني شوف أنت بتسأل سؤال كيف أتصالح مع أخطاء الماضي الأخطاء يا صديقه تقصد يعني كيف أتصالح مع أخطاء الماضي بدي أنا منك واجب يا محمد تعمل لي أنه أنت ترسلي خطة أسبوعية لنفسك يعني الآن أنا في يوم ايش اليوم أنا في اليوم الاثنين غدا الثلاثاء بدي معلش إذا أنت ما عليك تطور من ذاتك ومن تستفيد من الإجابة كويس تعمل لي خطة أسبوعية لنفسك شو حتساوي في يوم الأربعة والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة يعني من الثلاثة إلى الثلاثة تقول لي إيش أنت فعلت في يومياتك تمام طبعا ما تقول لي مثلا أنه أنت يعني تقول لي أنشطة عادية في حياتك أنه والله روحت على المدرسة ولا روحت على الشغل ورجعت على البيت وبعدين كذا ومش عارف لا أنا يعني بدي تاسك أو اكتيفتز رائعة تكون يعني تمام أنه أنت مثلا قرأت خمس صفحات من كتاب كذا أنه أنت شاهدت مثلا فيديو ل مثلا في 10 مينس أنه أنت شاهدت بوست فبالتالي أضاف إلى قيمة معينة أنه أنت مثلا خلال نقول ذهبت إلى دار للأيتام وعملت مبادرة أنه أنت مثلا عملت دورة تدريبية أنه أنت عملت محاضرة في مهارة أنه أنت مثلا تعلمت مهارة في كذا وهكذا بدأت في تعلم بدأت في إعطاء كذا بدأت أنه أنت وهو أي لخي تمام هذا واجب عليك تسوي لي وتبعت لي تمام خلي بالك هذا واجب تمام طيب أنا أختم بآخر سؤال لصديقي محمد محمد هو الوحيد المتفاعل معنا يعني أنا مش فهم أنا كل يعني اللي بيشاهدون والبمر مش حابين يتفاعلوا هما حرين طيب الآن خليني أجواب على السؤال الأخير لأنه لن يوجد إجابات أسئلة أخرى إلا شكرا الله عافيك محمد كيف أتصالح أرد معاي طيب كويس أنك أرد معاي أردت لوحده معاي أو في غيره في غيره إن شاء الله إن شاء الله يكون في غيره لأنه أنا صوت يعني بده مية فمش قادر أنا أجيب المية وأصيب اللايف يعني أصيب يعني صلوحة فقعد يعني أتفاقل على نفسي لغاية أني ما أخلص هذا اللايف فسوف أجيب على سؤال زميلي وصديقي ومتابعي محمد ونخلص هذا اللايف ندوش بتحكي كلامك جميل ومعرف شنو أسأل حضرتك لا اسألي ندوش مش غلط شوفي شوفي المصيبة أنه تعلق في فتاة وهذه الفتاة هي تزوجت وهو ما زال يفكر فيها حوالي من خمس سنوات أو ست سنوات فهو بيحكي لي أنا مش قادر أنساها ومش قادر أنسا هذا الماضي ووالآخر فأنا متعلق فيه وسببتلي فشل في دراستي وفي يعني حياتي الشخصية ومع الأسرة ووالآخر شكرا يا ندوش الله يكرني فأنا للأسف يعني أنا صعقت لهذا الموضوع أنه كيف أنت عشان حدث معين في حياتك سنوات طويلة ضاعت للأسف سدى ووقت ذهب وجهود ضاعت للأسف يعني هذا شيء محزن وكثير من الشباب والجماعة والله بيقى وضحية لهذا الموضوع موضوع أخطاء الماضي طيب هذا الموضوع أنا باقترح عليكم أنه أول شيء أنه لازم تكون مع ربنا تمام لازم تكون مع ربنا ربك يعني تلجأ إليه تبث إليه همومك تشتكي إليه المآسي اللي أنت مرت معك وتفتح قلبك لله عز وجل ويكون هذا خط ساخن يعني أنا باعتبره لازم الجماعة تحافظ على خط ساخن بينك وبين ربنا أنه أنت دائما تشكله الهموم وتبث له أخطاءك وفشلك وماضيك وأنه تدعوه دعوة صادقة أنه نسيك هذا الماضي لأنه جماعة مش سهل مش سهل أنا أكيد أنا مع الإخوة اللي ما بينصر الماضي مش سهل أنه أنت تنسى ماضيك واخطاء الماضي أوكي عشان هيك لازم ترجع إلى قدرة عليا قدرة إلهية أنك تدعو لها وتبث إليها الهموم وتفتح قلبك عشان ربنا يعطيك التوفيق والإلها هذه أول نقطة النقطة الثانية يا صديقي ما سألني لازم تعرف أنه موضوع الماضي شيء انتهى فعل الماضي حدث وانتهى أنت تفكيرك لن يغير شيء هذه لازم أنت تكون معتقد أساسي متين واضح لحياتك أنه الماضي لن يغير شيء التفكير به يستهلك ويستنزف من قوتك وقدرتك وعقلك وجسمك ويدخلك فيه مرض جسدي وعقلي لا نهاية له فأنت لازم تقتنى قناع ويكون عندك معتقد وحاول تكتب هذا المعتقد يا محمد أنه الماضي لن يفيد الماضي لن يفيد ولن يحقق لي شيء والماضي هو سوف يستنزف قدراتي وطاقاتي وأهدافي فبالتالي سوف أو أنوي أنوي بجدية نسيانا هذا الماضي خلني هذا المعتقد يعني حاول تكتبه بيضاء وتلزقه في غرفتك أمامك دائما كل يوم وتنظر إلى هذا المعتقد وتكرره لفظا لأنه ما نكرره دائما وما نردده لفظا سوف يستجيب له العقل الباطن ويصبح شيء مبرمج هنا يا صديقي هذا يعني أنت يمكن أن تقول أنه ما تحكي يا صديقي سأحكي لك هذا عن تجربة سيصير معك بس لازم التكرار مهم جدا تمام لأنه دائما العادات أنا دائما حكيت يا جماعة في موضوع الhabits أو الpositive habits دائما أنا تكلمت فيه أنه أنت عشان تتبنى العادة الإيجابية والصحيحة لازم تكرار فعل العادة قديش أنت بتكرر العادة قديش أنت بتتبنىها وتصير عندك شيء مبرمج وقديش أنه أنت يعني طبعا ما ترتكز على فترة الوقت اللي أنت بتقضي فيه العادة هذا لن يفيدك يعني يقول له والله أنا قضيت مثلا في يوم فلاني ساعتين وأنا بقرأ بعد هيك عالفاضي هذا لن يجعلك تتبنى العادة يعني لو أنت قرأت دقيقتين لمدة شهر كل يوم دقيقتين أنت هيك أصبحت عندك عادة القراءة لكن إذا أنت قرأت ساعتين في اليوم وقطعت هذه العادة يوم يومين ثلاثة أنت هيك عالفاضي تمام يا صديق فعلشان هيك أنا بحكي لك أنه كرر هذا المعتقد وعرف أنه الماضي شيء انتهى وخلاص ولازم تدرك أنه هذا سوف يستنزفني كمنطقاتك ومن وقتك ومن نجاحاتك للأسف هذا يا صديقي محمد على حساب نجاحاتك وعلى حساب شخصك وعلى حساب وقتك وعلى حساب جهدك لأنه ليس لأنه أنت مازال متعلق بالماضي فأنت ربطت نفسك بالماضي وللأسف أنت اللي بتواجه مين أنت المستقبل إذن أنت موجود في معادلة وفي مكان خاطئ استفق يعني خليني أنا هيك قلم معلش يعني يعني قلم هيك على الوجه يعني أفوقك فيه يعني لازم تفوق أنه أنت بتعيش المستقبل وكثير من الناس للأسف تفاجأوا يعني أنا كثير دخلوا علي في ديريكت مسيج بيحكي لي أني والله أنا إلي بأبلغ من العمر 40 سنة و50 سنة وأنا في خوف من شيء معين أو من كذا شيء معين يعني بخاف من أشياء متوقعة هي لن تحدث للأسف تمام هذه مهمة جدا فعشانك أنا إن شاء الله أن أنت تتغلب على هذا الموضوع طيب ندوش إحنا أصارين على ندوش تسأل وهي سألت يعني طيب يا ندوش خلينا نجيبك إن شاء الله يكون آخر سؤال لأنه برضو المتابعين زهقوا معايا في المتابعة طيب كيف ممكن نتصرف مع الأشخاص المستغلين ويخدعون أنا بسرعة عصب ويصير ويصيرهم أهل الحق كيف ممكن نتصرف مع الأشخاص ومستغلين ويخدعون أنا بسرعة عصب ويصير أهم طيب والله بحكي لك ندوش موضوع الاستغلال هو موضوع يعاني منه يعني أغلبنا يعاني أنه تجد مديرك يستغلك أو تجد مشرفك أو تجد مثلا أصدقائك يستغلوك أو تجد زملاء لك في الحياة الكثير هذول نواجههم الأصناف طيب أول حاجة أنا أنصحك نصيحة أخوية ابتعدي عن هؤلاء الأشخاص صراحة يعني تمام للأسف أنا هذه النصحة وجهتها لكثير أناس لكن هما رفضوا هذه النصيحة بحكي لك لا أنا ما بقدر أفارق هذا الشخص هذه مشكلته لا أنا بحكي لك حاول يتبتدي عنهم طيب إذا أنت ما بتقدري تبتدي عنهم بشكل يعني كامل حاول أنك تقلص بينك وبينهم العلاقات يعني أنت حاول تبتدي عنه وما تخلي بينك بينه نقطة التقاء إلا مثلا إذا بتشوفيه مثلا كل يوم حاول تشوفيه كل ثلاثة أربعة أيام إذا أنت بتشوفيه كل أسبوع شوفيه كل أسبوعين لو أنت بتشوفيه مثلا كل أسبوعين كل شهر شوفي هذا الشخص تمام هذا ما بينفع أنه أنت تكون على علاقبع أو صديقك أو زميلك للأسف لأسف صديق لأيلي تمام فتأكدت أنه بالفعل علاقة الاستقلال وما لأخير فقللت علاقتي معه تقريبا في الشهرين مرة أو في ثلاثة أشهر مرة واحد لماذا؟ مع أنه كان صديق يدخني الابتسامة والضحك والمزح والنكاد علي بشكل كبير لكن خلاص أنا لا يجمني لازم وقفة جادة مع نفسك في تحديد هذه العلاقة هذه أنا بحكي لك يا ندوش مهمة جدا طيب النقطة الثانية خلينا أحكي لك أنه لما أنت خدعك هذا الشخص أنت سمحت للمسك أنه يخدعك تمام إذا أنت تأكدت أنه هذا شخص مستغل ويخدعك إذن أنت سمحت له تمام إذن لازم تضي حد ما بينفع أنا أستغل أو أخدع خلي هذه يعني قناعة موجودة لديك أنه ما بينفع أنا أحد يستغلني تمام أو يخدعني فلازم أنا يكون عندي الأكشنز أنه أنا القوية الحقيقية الصادقة أنه ما في إنسان يخدعني أو يستغلني هذا معتقد خليه موجود في حياتك لأنه هتواجه أشخاص أيضا من هذا القبيل طيب لو أنت مثلا هتقولي لي طيب أنا شو أعمل لو أنا مضطرة أتعامل معهم وواء أخرى أنا بحكي لك أنه دائما تجاهل هؤلاء الأشخاص قدش فيه إمكانية تتجاهلي هذه الأشخاص تجاهليهم ليش لأنه هذول بيدخل السلبية والعصبية والتوتر لك تجاهليهم يعني أنت مثلا بتسمع من هنا تطلع من هنا خلص كأنك أنت ما سمعت وهذه كمان أنا أصحك إذا مهم جدا يا صديقتي ندوش أنك تشاهدي دورة الكورت الذكاء العاطفي موجودة على منصة إدراك منصة إدراك بتقدم دورات مجانية رائعة في منها دورة اسمها هذه مهارات الذكاء العاطفي هذه بتخليك تعطيك مهارات بسكيلز رائع وإكسبرينس أنه كيف تتعاملي مع المشاعر سواء أنت المشاعر اللي جواك أو المشاعر اللي أنت بتتلقيها من الآخرين كيف تتعاملي معها كيف تتفعل معها كيف ردات الفعل تكون عندك هذه تمام وما في شغل حاجة اسمها أنا يعني بسرعة صار عندك عصبية أنا غضبت أنا كزال ما بنفع هذا الكلام لازم يكون في حد لذا شخصيتك أنت حاولي أنه قدر تحطي قرار ما في أحد يغضبني ما في أحد يعني بزعلني ما في أحد يستفزني ليش لأنه أنا الشخص الوحيد الذي يتحكم بمشاعري الداخلية تمام ليش لأنه أنا لما أصبح للشخص أنه عصبني أو أغضبني أو أزعجني أنت سمحتي لمشاعرك أنه يتحكم بمشاعرك بشكل لا إرادية ولا واعي هذه مهمة جدا يعني أنا كنت كثير يعني صراعا كان عندي حساسية عالية لكثير من الأمور والمواضيع اليوم لا أنا تغيرت يعني أصبحت أتمرن وأتدرب على فن التجاهل فن اللامبالاء في كتاب اسمه لمارك مانسون فن اللامبالاء كتاب رائع وقيم وأنا بنصحكم في قراءته هذا الكتاب بيحكي فيه مارك مانسون أنه موضوع أنه لازم أنت تكون في عندك تجاهل استغفال لازم تتغافل هذا بسبب فن التغافل عن الزلات والأخطاء وإنه وإنه سنكزع من لي وإنه سنسب علي وإنه سنحك علي وإنه نسمع لا لا لازم أنت عشان تكون ذات مشاعر طيبة وإيجابية ورائعة وترتقي بذاتك نحو القيمة العالية والرائعة لازم يكون عندك فيه فن التجاهل والتغافل واللامبالاء خلي قاعد وقانون في حياتك هذا اسمه كتاب أشكركم للمتابعة وحسن المشاهدة كتير كنت مبسوط معكم في هذا اللايف وكان صراحة اللايف شيء طيب ندوش بتحكي أنا بقدر أبتد بلاي يهمني شيء لأنهم يسحبون طاقة ويأثر بتقصد طبعا ممتاز يا ندوش أنا لديك طاقة رائعة أكيد طبعا يعني خلينا نحكي لك ناس السلبيين والناس اللي عندهم مشاعر سلبية وحق الدفين وقراهية هذول كالمرض وكالعدوى أنا بعتبرهم كالعدوى شفتي الكورونا كيف كانت سريعة العدوى للناس هذول أنا بعتبرهم كالعدوى وهذول أنا بعتقد يعني مش بعتقد يعني أحكي لك جازما حلك الوحيد اللي ابتعاد عنهم نهائيا ما بلزموني أصلا في حياتي تمام يعني كثير من الأشخاص يعني يقول لي إنه بضحك وبسلين وهو صاحبي وهو صديقي وهو مش عارف مين لا يعني ما بينفع أنا عشان شوفي أنت في طريق في هدف فيه فجر واضح نحو النجاح تمام لازم إنك في يعني تضحيات تقدميها أوكي طيب يا ندوش إن شاء الله أتمنى لك التوفيق في حياتك المطبلة العفو يا ندوش أشكرك شوفي يا مالو بتحكي يوجد أدوية لتخلص من العصبية طيب أنا أنا معاك يا صديقي يعني يا مالو في أدوية صح يعني أنا أنا بحكي لك إنه هي ما بتخلص ما بتخلص إذا أنت فيك مشاعر مشاعر وهذه المشاعر متجسدة موجودة داخلك يعني بنفعش الأدوية ما بتعالجها صديقي الأدوية لا تعالجها ليش لأن الأدوية يمكن وقت تناولها قد يعني تساهم في التخفيف من حدة مثلا العصبية بس أنت أصلا عندك مشاعر وأفكار سلبية أصلا عندك هنا أفكار في هذه العقلية مترسخة من زمن بعيد جماعة يعني المشكلة فينا إنه إحنا تجد الشخص يعني من عشر سنوات في مشكلة معينة وفكار سلبية موجودة في عقلته فكيف أنه مثلا بعض الأدوية ستعالجه بشكل سريع ما بينفع يعني الموضوع أنا معاك قد تحتاج إلى علاج دوائي عن الطبيب هذا مهم أيضا جانب مهم العلاج الدوائي أنا أنصح به أيضا ولكن الشق الآخر يا صديقي ما له أنه لازم تعرف أنه لازم أنه أنه أنت تمرن وتعود وتدرب أفكارك ومشاعرك على الأمور الإيجابية والسلوكيات الإيجابية والعيش يعني بإيجابية وبسعادة وزي ما حكينا بتغافل وفن التجاهل وتقنيات والسلوكيات اللي بتنمي من أفكار وتطور من إيجابية تمام هذا مهم كتير أيضا يعني ما في إمكانية لأن أصلا إحنا يعني فيه قرسات في الذكاء العاطفي بنتكلم عنها بس تتكلم عن المشاعر المشاعر الموجودة فيك اللي بتؤثر بها وتتأثر بها هذه ما لها دواء تمام ما لو بيحكي وين بلاقي المنصة اللي قلت لنا عنها صديقي لا أنا بحكي عن حسابتين من السادة يوسف انت موجود يعني بتشاهد منه هذا هي منصتي تمام وفي عندي حساب شخصي وفي عندي قناة موجود يعني كل السوشيال ميديا في الهاي لايت انت حتجد يعني ما يعني تريده يغطيك العافية يوسف ما شاء الله شرحك بسط ومفهوم أشكرك أجل سبعة يعني أنا شهادة أعتز بها ومتن بها يعني أثلج الصدري منه تعبي ما راح حذر يعني صوتي ما راح حذر يعني طيب مالو بيحكي أنه صارت أعراض العصرية الجسدية أخي لازم لي حل بالأدوية أكيد أنا معك أتفق يا مالو أتفق إذا أنت أصبحت تؤثر على جسدك فهذا لا يحتاج إلى تدخل طبي ندى طبيب لكن أنا نصيحتي أيضا اشتغل على موضوع مشاعرك وأفكارك من وين أنت بتستمد أفكارك شو السوشيال ميديا اللي أنت محاط فيها شو أصدقائك مين تمام بيئتك اللي أنت عايش فيها شو طبيعتها شو مكوناتها هذه الأمور لازم تحتاج إلى دراسة وعاجة تقييمة صديقية مالو تمام أنا بنت مولد أعتذر يا مالو آسف آسف جدا يا مالو طيب أنا سعد بوجودك معي وبالمشاهدة وأتمنى إن شاء الله دائما تكونوا من المتابعين لنا دائما تعجبوا طبعا ببسطاتنا تعجبوا دائما باللايفات اللي نحن بنحكي طبعا أنا اتخذت قرار أنه من أحد يعني طبعا هذه كانت نصيحة أحد المسوقين أنه أنا ما أنشر لايفاتي على الحساب لكن أنا ممكن أنشرها على القناة يعني أنا مش عارف يعني نحن ممكن نشرها على القناة أو على الحساب ما بعرف أو ممكن نشرها في الفيديوهات الطويلة ولكن هنشوف كيف فأنا ممتنن لكم لأنه والله إيجي ناس بتستفيد من هذه الليفات يعني صراحة يعني أنا بستخسر أني هذه الليفات ما شركة لأنه هذه يعني بتنفع الناس وبشوفوها فبيستفيدوا لكن أحد المسوقين يعني حكايا لم تنشرها على الحساب طيب ما بعرف أبرون شو بسؤالك مش عارف شو السؤال طيب فشكرا جزيلا لكم وإن شاء الله نلتقي باللايفات أخرى مفيدة وذات قيمة وإن شاء الله دائما تكونوا معنا في التطوير وفي التنمية وفي تطوير ذواتكم شكرا جزيلا لكم وتمنى لكم السعادة والتفيق والإيجابية والروعة في حياتكم كان معكم يوسف الحراني شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم